هلونا نروح مباشرة للمنامة وبينضم إلينا على الهاتف الأستاذ أحمد حمدي محر شؤون رئاسة الجمهورية لجريدة أخبار اليوم أهلا بيك أستاذ أحمد من أور أهلا بحراج أستاذ أسام وتحياتي لحظيفك ولكل أستاذ المساعدين في الوطن العربي أهلا بيك وهنروح معك طبعا رئيس سافر ولديه ملفات مهمة وملحة للغاية وكلمة السيد الرئيس كانت بتحمد رسائل مختلفة النهاردة لو ممكن تطلعنا على أبرز مجاء من رسائل في كلمة سياتو أو من خلال اللقاءات أيضا اللي عقدها على هامش القمة خلينا أقوله على رجع أستاذ أستاذ من القمة النهاردة يعني بتلعقد في وقت حارق جدا 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 بيمر بيه الوطن العربي ومش فقط في القضية الفلسطينية في حزبه ولكن هناك عندك أزمات في معظم السؤال العربية المختلفة ولكن القضية الأبرز وزامة وبيوتك عليها رئيس القضية الفلسطينية كانت هي موجودة على معظم طبعات الأحاديث بين القاضة اليوم كلمة رئيس عبدالفتاح فيما تعلق في الفلسطينية خلال مشاركته في القمة 33 في المنامة ارتكزت لجزء فيه تنبيه نبهت الناس سواء المجتمع العربي أو المجتمع الخارجي أصبحنا في لحظة طريقة جدا بيتطلب من كل الأطراف المعنية أننا نختار إما أن يكون فيه سلام واستقرار أو فوضى وضمار لأن الخاسر هيبقى الجميع خاسر وليس الفلسطينيين في حزبه ولكن بكر الضمار القضية الفلسطينية أو ترك القضية الفلسطينية لما هي عليه الآن وترك الأفطال الأبرياء يبطلون بمعدل كل ثانية بدون أي سمع لصوتهم أو للأزمة بتاعتهم ده دمن ضهزة هيطاعوا العالم كله الرئيس أكد النهاردة بشكل واضح أن الإدارة السياسية الدولية لابد أن يكون عندها رغبة حقيقية في إنهاء الاحتلال ومعالجة بصور الزراع الزراع عبر حل دولتين والنهاردة حل الدولتين ما أصبحش نوع من المطلب العربي ولكن هو أصبح حل تقدر من خلاله الإقليم الملتهب يكون فيه هدوء الرئيس النهاردة كان واضح في توجيه الاتهام لإسرائيل هي مستمرة في التهرب من مسؤولياتها من أن هي بتراوغ في وقت إطلاق النهار الرئيس أكد النهاردة خلال كلمة المتوى على الموقف الثابت والرافق لمصر فيما تعلق بتصفير القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين ونزوحهم قصريا أكد الرئيس في نهاية كلمة النهاردة على بادرة بأن هناك تمسك بأمل بأن يكون فيه إعمال لصوط العقل لصوط العدل لصوط الحق ده كان أبرز المحاول اللي يستعليها كلمة السيد الرئيس النهاردة كمان أنا شعرت من خلال كلمة الرئيس أنه كان بيحاول يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وفكرة كمان العجز الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية ده حقيقي وما كانش ده مقتصر فقط على مجرد الكلمة لكن النهاردة اللقاءات وتحديدا اللقاء عرضوا السيد الرئيس اللي عملوا السيد الرئيس مع الرئيس الفلسطيني أكد وبشكل واضح ولا يدع مجال لأي شك أو مجاملات دبلوماسية دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية لقاءه اليوم مع العاهل الأردني أكد على التواصل في المصر الأردني على الوقف الثوري لإطلاق النار معظم اللقاءات الرئيس النهاردة بس ما كانتش مستقرة يعني من التطرقه فقط على الجانب الفلسطيني كان الرئيس النهاردة اللقاء مع الرئيس اليمني ومع الرئيس العراقي أبدأ تمسكه بوحدة واستقرار اليمن خلال لقاءه مع الرئيس العراقي أكد على ضرورة أن يكون فيه هناك تنصيق مصر العراقي لدعم واستقرار الأوضاع في المنطقة نتأمل أن تكون صوت القمة النهاردة وواصل للمجتمع الدولي عشان يبقى عارف النهاردة أنه هو في الخسائر هيكون طرف مش هيكون مشاهد يعني الخسائر المنطقة الوضع الراهن هو مش هتكون فيه المجتمع الدولي مش هيكون مجرد مشاهد ولكن هيتحول إلى مشاهد هو حذر من فكرة سياسة حفة الهوية هذا الأمر لن يؤدي إلى استقرار حتى للإسرائيل أو للقضية في حد ذاتها ولكن هو الحل السياسي اللي بيرتاكز في الأساس على وجود حل دولتين إسرائيل إلى جانب فلسطين حل بيرتاكز على ضرورة وقف إطلاق النار حل بيرتاكز على سفر ضرورة ضمان إدخال المساعدات للفلسطينيين ومنع المأساة اللي بتحصل مش هنقول بشكل يوم وإنما بشكل لحظ أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا الأستاذ أحمد حمدي محر الشؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم شكرا جزيلا